السلام عليكم ورحمة الله عبدالحق في واحد طفشني في التعليقات كل ما نزل الحلقة ويكون الموضوع ما لعلاقة بالEGR يقول لي يا أخي وعدتنا تعمل لنا حلقة عن EGR وكيف يشتغلوا عن إمكانية إلغاؤه فعشان أخلص منه السيد حميد هذه الحلقة هدية له وعلى فكرة كلام اليوم بينطبق على محركات البنزين ومحركات الديزل بشكل سوا اختلاف بسيط للديزل الحديث يمكن اليورو خمسة واليورو ستة شوي يختلف لكن بشكل عام لتنين واحد معظم السيارات الحديثة فيها بلف EGR أمه كلهم ويختلف الأمر من شركة الأخرى فلن يركب عادة يكون إما على ثلاجة محرك نفسها أو بين التلاجة والنظام العادي بدأ العمل فيه بأول السبعينات في 1973 صار إلزامي بأمريكا بعدها بعشرين سنة تقريبا 1992 صار إلزامي بأوروبا واللي عرفته وأنا بجهز لهذه الحلقة وكان جديد علي أنه في 1995 صار إلزامي عندنا في المملكة لأي سيارة تباع وتستورد هنا وهذه معلومة شخصيا أول مرة أعرفها ترى صار إلزامي معنى إلغاؤه يعتبر مخالف القوانين بسببه ومن 1973 إلى 2020 نزلت معدلات أكسيد الكربون الضارة 75% وأكتر المحركات اللي ما فيها إي جي آر فيها أنظمة محركات متطورة من بخخات جي دي آي تيربو دبات رصاص متطورة وغيرها من الأمور اللي خففت بشكل كبير من إنتاج أكسيد النيتروجين ولذلك استغنوا عن الإي جي آر فيها الإي جي آر أو exhaust gas recirculation أو بلف إعادة تدوير غاز العادم فكرته ولا تستغرب هي إدخال هواء وسخ مع الهواء النقي تحت شروط معينة لتخفيث درجة حرارة غرفة الاحتراق فزي ما تعرفوا الهواء اللي حولنا 78% منه نيتروجين وأسوأ ناتج مضر للبيئة من عملية الاحتراق هو أكسيد النيتروجين أو النوكس بالإضافة لثاني أكسيد الكربون طبعا باختصار كل ما ارتفعت حرارة غرفة الاحتراق كل ما كان ناتج أكسيد النيتروجين أكبر فالعلماء لقوا أنه لو نزلوا درجة حرارة غرفة الاحتراق بنزلوا نسبة أكسيد النيتروجين وقدروا يوصل إلى حوالي 50% تلوث أقل في محركات البنزين بسببه و70% أقل في محركات الديزل وده كان مربط الفرس الفكرة ببساطة كانت أنه يدخلوا شوية هواء محترق من الشكمان بين 25% إلى 20% وإعادته إلى ثلاجة المحرك أو مجاري الهواء عشان يختلط مع الهواء النقي بهذه الطريقة أنا بدخل الهواء في أكسيد النيتروجين أقل لغرفة الاحتراق وهذا بينتج عنه احتراق أقل وبيخفض درجة حرارة الخليط المحروق وبالتالي بينزل كميات أكسيد النيتروجين إلى حوالي 70% طبعاً ده الأمر ما يصير وإنت بتقوم بالسيارة أو داعس عليها لأنه أنت بتبحث هنا عن القوة لكن لو أنت ماشي بسرعة 70 إلى 80 كيلومتر وما فوق وتقريباً مثبت سرعتك وبناء على معطيات كثيرة أولها درجة حرارة المحرك بعدين الماب سنسر الماس سنسر زاوية الدعسة السرعة وأمور تانية الكمبيوتر يعطي أمر للإي جي آر أنه يفتح بنسبة معينة تساعد لتخفيف أكسيد النيتروجين فالإي جي آر يفتح ويقوم بهذه العملية بدون ما تحس أو تشعر أنه أداء السيارة تغير لو دعس للآخر بيفصل لو شلت رجلك عن الدعس بيفصل فقط بشروط معينة وسرعة معينة بيشتغل فالإي جي آر هي قطعة ما لها أي دخل بأداء قوة المحرك بمعنى لو ألغيتها نهائياً أو تركتها كمبدأ ما بتأثر على القوة والعزم لا سلباً ولا إيجاباً ما لم تكن خربانة ومعلقة طبعاً عشان كده اللي يقول لك لو تبغى محرك سيارتك يتحسن عزمه وتصفي طبلون الغبل في الإي جي آر فهو غلطان غير عن أنه بيخالف القوانين فالإي جي آر أصلاً لما تدعس هو بيفصل والعلماء وجدوا أنه فيه فوائد أخر للبلف كمان وحدة منها ولأنه حرارة غرفة الاحتراق بتنزل فالصرقعة والطقطقة أو الناكينغ واللي هو صوت الصبابات واللي سبق وعملنا عليه حلقة كاملة ممكن يخف ويروح لما الإي جي آر يفتح وبمحركات الديزل يتم استخدام إي جي آر أيضاً لتقليل كمية جسيمات العادم أو الست أو الشحار واللي قطعاً ضارة بالصحة والبشرية لو تتذكروا في حلقة الكمبيوتر والحساسات ذكرت أنه الدوائر الكهربائية عبارة عن أربع أجزاء أساسية الكمبيوتر الأسلاك الحساسات والبلوف لما يكون في خلف الدائرة واحدة من هذه الأربعة بيكون فيها مشكلة فالكمبيوتر في أغلب المعلومات الأساسية التشغيلية وينتظر معلومات لحظية من الحساسات المتفرقة في السيارة الحرارة السرعة الارتفاع الدورات المحرك وغيرها ويأخذ هذه المعلومات ويحللها وبناء عليه يعطي أوامر لقطع كهربائية بالتحرك زي البخاخات لصب البنزين الكويلات للشرارة السلونويد للنمرة القير وغيرها الأي جي آر هو بلف أو مأمور يعمل ميكانيكياً ممكن يشتغل بماطور كهربائي صغير أو أكتويتر أو عن طريق ذاكيوم بعض الناس يغلطوا ويقولوا عنه حساس وهذا غلط مو حساس أو سنسر أو مستشعر يرسل قراءة للكمبيوتر بل هو مأمور يجيلوا الأمر من الكمبيوتر أنه افتح أو سكر وموجود في سيارات البنزين والديزل على حد سواء زي ما قلت ممكن يكون راكب عليه أو مدمج فيه حساس يقول للكمبيوتر كم نسبة الفتح للبلف لكنه هو شخصياً ما هو حساس إذا خرب الأي جي آر ممكن تولع معاك لمبة المحرك وأغلبها يكون بسبب تراكم كربون في المجاري تبع الأي جي آر لو خرب ممكن يصير عندك راشب المحرك خفيفة أو قوية وإنت واقف أو ببداية المشي ممكن السيارة تصرف بنزين شوي زيادة ريحة الشكمان ممكن تكون سيئة تماماً وإنت واقف لو واقف خلف السيارة غالباً كشف الكمبيوتر حيبين ده كله لو لغيته أو فصلته بدون ما تصلحه ما في شي بطال بيصير بالمحرك لكن لمبة المحرك حتفضل والعة ولو صار خلل تاني بالمحرك مهم كيف تعرف أنه صار إذا كانت هي والعة ناهيك عن أنه لو لغيته كلنا بنموت بعض المحركات يصمم لبلف الإي جي آر مبرد فتخيل درجة حرارة غاز العادم توصل لحوالي 700 درجة مئوية فلو أنا بردت ونزلت من 700 إلى أقل بسبب موتر ديتر لحرارة تقريباً حوالي 90-95 فده بساعد على تبريض غرفة الاحتراق أكثر وتقفيض الإنبعاثات أكثر وأكثر مشكلته في بعض السيارات أنه لو خرب مبرد الإي جي آر تلاقي فيه تهريب موية يطلع من الشكمان ويظن الفني أو صاحب السيارة أن المحرك خرب وضرب وجه الرأس وصار مشكلة كبيرة بكذا نكون خلصنا أتمنى أني يكون جوابت على تساؤلاتكم ويكون الأمر واضح ويحل عني الشيخ حميد بس قبل ما أمشي حابب أذكر بأمر بسيط لكنه كبير كلنا بنسمع حديث رسول الله إماطة الأذى عن الطريق صدق يعني لو كنت ماشي وشفت مصمار بالأرض وشلته إيش عرفك ما تكون أنقذت أسرة من أربع خمسة أشخاص من الموت لو انسلخ عليهم الإطار هم ماشيين أو انفجر وراحوا فيها أمر بسيط لكنه كبير ولو شفت ناس هم الأذى انصحهم أو بلغ عنهم حتى لا تنسوا تسوي شي طيب لا تنسوا أهلنا في غزة والسودان من الدعاء والصدقات فحفظ الله